السلام عليكم يا احلى متتبعين ان شاء الله تكونوا على خير وفي صحة جيدة وانتما كتشاهدوا هاد الفيديو بالنسبة الاقتراح ديال اليوم غاديكون واحد الجنواز اللي ناجحة تقدروا تخدموا وانتما مرتاحين ما تكسرش معاكم جنواز اللي روعة وغادي تعتمدوا الطريقة ديالها بالنسبة المكونات ديالها غاديكونوا اقتصاديين بزف ومختلفين نوعا ما على الجنواز اللي مولفين تديروا فاخليكم معايا حتى الاخير الفيديو وان شاء الله يعجبكم وتطبقوه وتبعو المقادر وتجربوا هاد لغوصة هادي وما غديش نطولها لكم اندوزوا نشوفوا المكونات عندي خمسة ديال البيضات زيت نباتي خمس ملايق كذلك سكر سنيضة وعندي هنا الدقيق نوعية جيدة اللي مغربة المنقبل واحد ساشي ديال فاني وكذلك ثمانية جرام من خميرة الحلويات وقبيصة ديال الملحة لتعديل الضوق وغادي ندوزوا على بركة الله لطريقة ديال التحضير وخليكم معايا غادي تشوفوا معايا الطريقة بكل تفاصيلها اولا غادي نضيفوا خمسة ديال البيضات ومن بعد غادي نضيفوا عليهم سكر سنيضة بالنسبة المكونات انا قدمتهم معاكم وكل مكوين فغادي نضيفوا منه خمس ملايق السكر غادي نضيفوا خمسة وكيف ما شفتوا معايا وما المعالقة كبيرة عامرة وكذلك غادي نضيفوا نكهة وقبيصة ديال الملحة لتعديل الضوق وغادي نخلطوا كل مكونات بالطراب الكهربائي هنا باش كالجلاجين واس ديالنا مخدوما مزيان يعني من الأفضل غادي ننطحنوها او لننطربوها مزيان وكيف ما شفتوا معايا تكي تضاعف لي الخاليط وعد من بعد كنضيفوا الزيت الزيت كذلك حتى هي خمس ملايق العبار ديال كل مكونات كناخدوهم خمسة هاد الجنواز هادي خمسة في خمسة كتجي واعراء البنات إلا جربتوها غادي تعتمدوها سهلة اقتصادية وكذلك كتجي فنة يعني منك تكونوا كتخدموها ما تخافوش منها ما غادي تكسر ما تشي حاجة انا كناخد معاكم العبار يعني باش تشوفوا القياس المعلقة كبيرة القياس ديال المعلقة معلقة كبيرة وكتعبروا بها خمسة من كل مكونا وبالنسبة للطريقة انتم ما كتشوفوها معايا كل شي كنطربوه جيدا بتطرب مع هذا الدقيق وخميرات الحلوية كيف ما شفتوا الدقيق في الاخير كنضيفوه كتجي جاد الجنواز هشيشة بزاف كي جاد الكيكرولي غزاء يعني حسن لكي تبع جاهز غادي ان شاء الله تجربوه وخليوا لي الاراء ديالكم بحلي ما في الكومنتر كترو لي شوية متشجيعات يعني شادي نخليكم شوية غبرت عليكم ولكن را ما كنش واحد تفاعل كبير يعني اللي خليني نتشجع ونحط باستمرار بشكل يومي لفيديو نتمنى ان شاء الله نلقى منكم اقبال ونلقى تشجيعات ونلقى هكا الاراء ديالكم في الكومنتر وان شاء الله غادي تشوفوني ديما معاكم بالنسبة لدقيقة انتم مشتو العبار كنعمرول مع القمزيان انا هنا درت ثلاثة غادي بعد نخلطهم مزيان هكا كنخلطو بسباتويل من الفوق لتحت باش كنحافظو على الكيك ديالنا هكا الخاليط ديالنا يبقى عنده الفوليم مزيان فاكتحركوا من الفوق لتحت حتى كندخلوا الدقيق كامل يعني تقدروا تديروا الدقيق جوج ديال دفوعات دكشي باش انا درت ثلاثة من بعد غادي نزيد وحدة واحد القضية ندرلكم عليها إلا كنتو بغيتوا تديروا الكيك يعني ما تدخلوش فيها الشوكولة شوكولة بودرة يعني الكاكاو كنتو بغيتوا تديروها بيضاء فكنديرو خمس ملاعق كبار عمرين من الدقيق النوعية ديال الدقيق ديال الحالويات باش كتصدق معانا الكيك زوينة كنتو غادي تديروها في يعني الكيك ديالكم بالشوكولة فغادي نديرو اربع ملاعق ديال الدقيق فقط ومع القا عمراء غادي نديروها ديال كاكاو هاد شي اللي درت انا في هاد الكيك هاد انتو ما غادي تشوفوا معايا غادي نزيد مع القا ثانية من بعد ما دخلت هادوك ثلاثة مزيان انتو ما زدت معاكم واحدة وكذلك الساشي ديال خميرة الحالويات من فئة ثمانية جرام غادي نخلط الكل مزيان من بعد ما غادي نساجموا المكونات مع بعضهم مزيان فده بفعوت غادي ندير المعلقة الخامسة ديال الدقيق لا انا ما غاديش نزيد المعلقة الخامسة غادي نزيدها ديال كاكاو المهم ما تفوتوش العبار ديال خمسة ديال المعلقة تقدروا تديروا اللي بغيتو جوج ديال الكاكاو ثلاثة ديال دقيق اربعة ديال دقيق ووحدة ديال الكاكاو المجموع يكون خمسة هانتو ما كيما لاحتو معايا نزيد الخامسة حيط لو كون درت خمسة دقيق ونزيد عاد مع القا خرار ما غاديش تصدق معانا الجنواس غادي جيكم مقاسحة غادي تهرس لكم من تبغيوا تخدموها فحافظوا على القياس ديال هاد لغوستها دي خمسة ضروري يعني كنمشو بكل مكونات خمسة من كل مكوين وكتجي رائعة لجنواس ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تنال إعجاب ديالكم وغادي تعتمدوها جنواس اللي هي بسيطة مكوناتها بساطة سهلة في التحضير وكتجي يا سلام كتجي غزالة والآن المرحلة الأخيرة يعني كننخدو المول اللي غادي نوضعو فيه الخاليط كننضافو عليها كنوضعو عليها الكاغت ديال الفرن ومن بعد كنصبو الخاليط وغادي ننقدوهم زيان بواحد سباتولة كنقدوه على الجنب وكندخلو الكيك ديالنا للفرن كل واحد راكي يكون عارف القياس ديال الفران كنطيبو الكيك ديالنا على عفية مهيلة ومن بعد غادي تشوفوه معايا مين نخرجو من الفرن كيفاش كيكون هشيش هانتما كيما شفتو معايا كي يجي هشيش بزاف بالنسبة لطريقة هنالكيك ديالنا باقي سخون اللي كتكون لجينواز باقي سخونة هنغنقلبها على الكاغت الثاني ومن بعد خاصنا نجمعوها وهي باقي سخونة باش كتاخد لنا لفرن ديالكيك رولي دارو وارك نجمعوها وهي باقي سخونة كي تخرجوها من الفرن كي تديرو هذه العملية هذي كي ماشتشورة باقي سخونة الفوار طالع منها والان غادي نمرو لطريقة نجيب كاغت اخر وكن نقلبو لجينواز بالنسبة للقشرة اللي كتزول مشي مشكلة تقدروا قاعد تحيدوها كاملة انا خليتها ولي زل مشي مشكلة حيث رباقي كان عمرها بالكريمة من الداخل من كتزول لها القشرة ركتكون لجينواز ونقلبوها كي تقلع لها القشرة كي ماشتو معايا انا جمعتها باتشكل وغادي تزيدو عليها واحد المنديل او الفوطة كتجمعوها مزيان كتبقى شدة سخونية وانا غادي نزول الكريمة انا خديت هذي النوعية هذي هولا لا تقدروا تستعملوا الكريمة اللي بغيتو الكريمة بودر انا خديت غير العلبة الصغيرة اللي غادي تكفيني اللاجينواز وغادي نطربوها جيدا كيف ما شفتو معايا كتجي زوين هذي الكريمة المضاق ديالها زوين وكتجي حتمين يعني كنكونوا زربانين ولا سهل فتحضار ديالها مش بحل بودر خاصتك تضفليها الحليب ولا المهمة عادي كتجيني انا اسهل غادي نطربها مزيان وغادي تشوفوا المكون اللي غادي نضفليها بالنسبة للكريمة باش جينة قصحة يعني خاصنا اولا نطربوها مزيان تكون هذيك الكريمة وضعناها في المجمد من قبل كتبرد مزيان وهنا غادي نضفليها واحدة ليا غورت بنكها اللي انتو ما كتفضلوها انا ضفتليها ديال الفاني وغادي نطرب مزيان كيف ما لحتوم بعد ما ضفت هذيك دانون يعني كل ما كنتطرب والكريمة كتزيد كتقصح كيقصح الكريمة مزيان حتى اللي عندو داك المشكل يعني كيبغي يدير الكريمة في البوش وكيبغي يشكل بها كوريدات او لي يديكوري بها فهاد الفكرة هذي بقوا تضيفوا لها دانون وزيدوا تربوها مزيان كتقصح لكم الكريمة وما تعدبكم مش ملي تبغيوا تشكلوها هنا لاجينواز ديالنا غادي ندوز نسقيها بالحليب مع واحد المعلقة ديال شوكولات 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 بودرة النوعية اللي استعملته هنا اسقيت لاجينواز ديالي مزيان ومن بعد غادي نضيف لها الكريمة بهتشكل هذا غادي ندهنوها مزيان يعني بواحد طبقة ديال الكريمة اللي معقولة باش كتجينها مزيانة من الداخل ومن بعد غادي ندوزو باش ندكوروها ونقدوها هالطريقة صراحة زوينة سهلة هذ الكيك نتمنى ان شاء الله تجربوها والله لست قاتلية غزالة يعني من اروع الكيك هكا اللي جربت كتجيه شيشة بزف ومدقها كيجي روعة وحتى المزيج هكا ديال الكاكاو مع هذ الكريم شانتيك يعطي واحد المدق هنا غادي ندوزو نقدوها مزيان يعني كل فراغات نحاول نعمرهم انا ردرت لها غير تزيين لبأسة بها كنت غاي زربانة يعني ما ما قديتش فيها مزيان تقدرون انتم تديروا الكريمة في البوش وتزوقوها مزيان تزوقوها بشكل اللي بغيتونتوما انا ردرت لها طريقة تزيين سهلة وبسرعة حي تكون تزربانة ضغية قديتها وغادي تشوفو معايا بعد ما غادي نكملها تشوفوها في الشكل ديالها النهائي الموهي مرة جت زوينا وجت لديدة وما غاديش نشكرها لكم كتر ان شاء الله نخليكم تجربوها وتخليوا لي الآراء ديالكم دائما كيف هو اللفتكم كان نشارك معاكم الوصفات البسيطة اللي كتصدق معايا يعني ما نقدرش هكا شي حاجة مصدقاتش ونبارتاجيها يعني باش ندير فيديو ما نقدرش كندير معاكم فقط الحاجة اللي كتكون صدقات ليه وعجباتني انا بدوري عجباتني عاد باش كان قدر نبارتاجيها معاكم الموهي متشجاعة انا ما تنسوينيش متشجاعة باش هكا نقدر نشارك معاكم بشكل يومي اني لش فتتفاعل في هذا الفيديو هذا غادي نكتر لكم الوصفات نكتر لكم الفيديو وكان اعتدر لكم يعني راه طول شوية بحكم ولدي باقي صغير راكم عار فين الميكي يكون البابي باقي صغير راه يعني كتشطني شوية ما كتساليش ولكن غادي يعني غادي ندير الوقت غادي ندير الوقت اللي فيديو معاكم الا تشجعوني وهنا تزين غادي يكون زيين بسيط انا وضعتها كالقرقاء من الفوق وغادي نضيف شوية ديال وغادي بالنسبة لجنب ديالها زينتهم هكا بالفرشتك يعطوها الدكور وغادي نقطع وغادي نقطع معاكم واحد ترايف تشوفوها بعضا نيت كي جت من الداخل ونتمنى ان شاء الله الفيديو هنا الاعجاب ديالكم وهكا بارتجي والفيديو مع الاحباب مع الاصحاب هكا باش تعم الفائدة ولي لايك للفيديو ما خسرتي والو شفتي الفيديو خلي لي واحد اللايك خلي لي واحد التعليق هكا را كنقرأ جميع التعاليق كنجاوب على التعاليق ونتمنى ان شاء الله الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وكان اعتذر للصديقات ولا بعد صديقات كي توصلوا معي في الاخص فين الفيديو ديالك فين وصفاتك توحشناك ما بقيتش كتحطى لنا الفيديو الناس اللي كي شجعوني بزاف كنشكرهم بزاف كنشكركم على حسن المتابعة كنشكركم على التشجيعات ديالكم وكنقول لكم ان شاء الله باقي غادي نحط معاكم وصفات وان شاء الله ما عاودش نغبر عليكم بزاف وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون الاعجاب ديالكم الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وان شاء الله نتلقى في فيديو اخر ونتلقى في وصفة اخرى باذن الله معليكم الى تخليوا لي تشجيعات ديالكم وانا ان شاء الله غادي نحاول نبرتجي معكم كل الوصفات كل شهوات اللي كنوجد غادي نجتهد ان شاء الله ونولي ندير مونتاج ونحط لكم الوصفات خليتكم على خير وشكرا لكم على حسن المتابعة وكان نقول لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة